ما هو الهدف الذي تسعى الإدارة الأمريكية أن يتحقق أو يخرج من هذا الاجتماع العسكري في الكويت؟ أولا مروا هو تأكيد جديد من قبل وزارة الدفاع الأمريكية على أن هناك علاقات عسكرية وطيدة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ولهذا السبب فأن أكثر من قائد عسكري أمريكي وآخرهم الجنرال فوتيل قائد القيادة الوسطى الذين يؤكدون ضرورة أن تضع دول الخليج كل الخلافات بينهم جانبا لأن هناك خطرا محدقا أساسيا ألا وهو النشاط الإيراني المهدد للاستقرار في المنطقة ليس بمدة بعيدة الجنرال فوتيل كان موجودا هنا في البنتاجون وقال بأن الحرس الثوري الإيراني وتحديدا فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني يقومون بنشاطات تقود الاستقرار ليس فقط في الخليج وأيضا في اليمن وفي أكثر من نقطة في منطقة الشرق الأوسط وهذه التحذيرات تأتي في وضف وقت تتوافر فيه معلومات لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية وتحديدا لدى وزارة الدفاع الأمريكية بأن هناك مساعي إيرانية حقيقية لتقويد الاستقرار في العراق وأيضا في سوريا وفي أكثر من منطقة في الشرق الأوسط لذلك هناك حرص أمريكي على أن تتوحد الجهود الخليجية حاليا الآن وبشكل سريع لمواجهة الخطر الإيراني وهل ترى الإدارة الأمريكية جو هذا الهدف سهل التحقيق مع الخلافات العربية مع قطر أولا دعيني أقول بأن البنتاجون لا يتدخل في مضمون هذه الخلافات كل ما يرغب فيه وهذا ما عبر عنه وزير دفاع جيم ماتس ورئيس الأركان جو دونفورد بأن على دول الخليج أن تضع خلافاتها جانبيا في الوقت الحاضر لأن هناك معلومات أكيدة لدى واشنطن بأن إيران تسعى إلى تقويد الاستقرار وضمن هذا الإطار مروى يأتي تحذير البيت الأبيض مساء أمس بأن في الواقع هناك معلومات أكيدة بأن إيران تسعى إلى التعدي أو الاعتداء على المصالح الأمريكية في العراق وكانت هناك دعوات صدرت من البنتاجون بأن إيران بدأت تشعل اضطرابات داخل الساحة العراقية وهذا أمر تحذر منه واشنطن لذلك هناك علاقات متينة بين واشنطن وبغداد وهناك حرص أمريكي بأن تبقى هذه العلاقات متينة في وقت تقوم إيران ببث نشاطات تخريبية داخل العراق وفي أيضا خارج العراق أشكرك جو تابت مرسلنا من البنتاجون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر